عسلامة مرحبا بكم الناس الكل اليوم اجيتكم بوصفة هيلة متاع بتي فور بلوز في بالي التوين سلكون يحبوه كبار وصغار باش نشوفوا مبعضنا الوصفة الاصلية متاع الزمان الزمني وباش نعملوه بطريقة ناشحة اسهل منها مفهماش الجيابسة شوية من البرا ورطبة تعمل كيف من الداخل فريمون كيف منشريوه ملا صغير باش نعطيكم ان شاء الله المقادير بالتفصيل جوست اقعدوا معايا تابع الفيديو للاخر ومتنساوش تعملوا اشتراك في القناة تفعلوا الجرس بشوصلكم اخر جديد وتعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو ونتعدي وتوى للمكونات متاعنا بالنسبة للمكونات البتي فور متاعنا باش نستحقوا بالضبط ثلاثة مكونات في بالي اقل من هكا ما فهماش باش نستحقوا ميتين جرام لوز انا عندي لوز افلي باش نرحي حتى لهن ردو بودر يعني دقيق والا نجموه نشريوه حاضر مرحب طبيعته هكا ولا هكا ندخلو شوية للفور على مية وثلاثين درجة باش اذا يبدى مندي شوية ولا حاجة تنحى منو ده جوست نردو بالنا يعني ما خليووش حتى ليني حمار برشا دوب اللي يبدلونو يتبدل شوية نحركوه ونطفيو عليه الفور وعلى ميتين جرام لوز باش نستحقوا ثمانين جرام سكر محور لازم يدى محور راهم لازموش يكون كعب تجمو تعملو ما بين ثمانين وميتة جرام اللي يحب ينقص شوية سكر يعمل كيفية ثمانين جرام فيه الف بركة ونش بتزيد ابيض البيض اللي قامس تظلي من الكرام المسلين وكانت تتفكروا اها كيكا حتى شي ما يتلوح هو راهو على ميتين جرام لوز نستحقوا ما بين واحد وإلا زوز ابيض بيض تودى بو من حجم البيضة كبيرة وإلا صغيرة واللوز ساعة يجم يشرب معناها انتو ما بدأوا بأبيض بيضة اكهاو وبعديك اذا استحقيتوا تجمو تزيدوا ابيض البيض الثاني وعدي زيادة كعبات لوز جبتهم بش نزيم بيهم انا بش نحطهم كعب كامين انتو ما راهو تجمو تقصوهم نظيفة صغار وترميوا فوق كل كعبة تريف لوز اه زيادة نستحقوا البوشادوي حاجة مهمة ياسر ما نجمو نعمل بوتيفور كامل البوشادوي لما حالة عندي متاع الكريمة اما كمان بش نستعملها خاطر هي نورمال مع متاع البوتيفور تبدأ اكبر انا الحق عندي هذي الصغيرة اما بش نستعملها ونعمل بوتيفور كمان ونتعدي وتوى لطريقة التحذير ينفوها رحية اللوز متاعي بالباهي بالباهي بش نبدأ توى انخلط في المكونات اول حاجة نصبو اللوز المرحي جنسي استبيان راهو لازمو يكون دقيق من بعد بش نزيدو السكر لمحور ومن مستحسن نصف في واقبل منزيدوه وخلطوهم نزوز ما بعضهم بالباهي بالباهي حتى لين تحصلوا على خليط متجانس وما بقاش نفرق ما بين السكر واللوز اذا فمك عبر اللوز وقلك عبر سكر راهو لازمنا نفتفتوهم ونحلوهم بالباهي على خاطر اذا نزيدو ابيض البيض والخليط ما يبدأش مخلط بالبيض راهو بش يقعدوا بلايس فيهم السكر وبلايس فيهم اللوز ومن لول ما نبدأو شمر يقليين وبش نبدأ توى نزيدو في ابيض البيض انا راهو عن جي متاع قدش من بيضة اما انتو ما راهو تبدأو بالبيضة بالبيضة خاطر انا هيدوكم معني انا قدش من واحدة حتيتهم بعضهم انتو ما تبدأو بالواحدة بالواحدة تعملو على لول ابيض بيض اه تحطوا الاصفر دوكوتة معنا ما تخلطووش معاهم ينفو العجنة حسيتوها متلا مزدت الكومش ووقتها تزيدو الابيض البيض الثاني وراهو لازم العجنة بتاعنا تبدأ مرتاحة يعني ما هيش شي حياسة وما هيش زادة مبلب زياسة مرتاحة سيئة وكملنا خلطناها ما يقعد لنا تو كان نحطوها في البوشا دوي دونك كيف ما قلت لكم انا راهو ما عنديش بوشا دوي متاع بيديفور هذيك اللي تبدأ خشينة عندي هذي جويدة كمام قلت لكم مش نعمل بها وانتو ما بعديك عينكم ايزانكم هو راهو من المستحسن تعملوا بالخشينة معناها قعدت بعديك انشكل في الكعبات متاعي نحاولو نعملوهم اللي هم كبار ياسر ولي هم صغار ياسر متوسطين ونحاولو نعملوهم لكل فرد شكل وفرد حجم هكيك بعديك في الطيب ما تقعدش واحدة طايبة والاخرانية يعني كلهم يتيبوا فرد الطيب حبيت زادة صور لكم على جنب بش نوريكم شنور المنظر حاولت كلهم نجيبهم كيف بعثهم كيف ما قلت لكم وبعديك بش نزينهم بكعبات اللوز وإلا اشتار كيف ما تحبوا انتوما ولازم نخليهم يرتاحوا ويسوعة من زمان قبل ما ندخلوهم للفور هكيك يعملوا لكي القشرة الفوقانية ويجيو جيبسين شوية من برة والطب بيعملوا كيف من الداخل وبعديك ندخلوهم للفور على 160 درجة ما بين 15 و 20 دقيقة انتو معينكم ميزانكم كل واحد والفور متاعوا حتى لين يحمروا بالباهي انا خليتهم بضبط 20 دقيقة وشعت عليهم جسد شوية من الفوق بيش يحمروا شوية وكهو وبعديك بش نستحفظ عليهم ونحطوهم في حكب اللار بعد ما يبردوا بالباهي بالباهي ونسكروا عليهم تبدأ حكا دو بريفيرانس ايرميتية كذلك اللي متخليش لهوا يدخل هكيك يقعدو لكم فرشكين قد ما تحبوا تشتيو هكيك يكون وصلنا لاخر الفيديو طيب تقيوة عربي وهكيك كملة القعدة نتمنى وصفة اليوم تكون عجبتكم انا عجبتني على الاخر نتمنى تجربوها وتعطيوني رايك ملتقى في فيديو جديد ان شاء الله وما تنساوش كل عادة تعموا اشترك في القناة وتفعل الجرس بيش يصلكم اخر جديد وتعموا لايك اذا عجبكم الفيديو بسلامة